اهلا بكم في المنهج الجديد connect 3 unit 1 I feel happy متنساش تعمل subscribe في اخر الفيديو عندنا qr لمجموعة من الاسئلة التفاعل درسنا النهاردة ان شاء الله بيتكلم عن ازاي نسأل عن الشعور وازاي نجاوب عندنا كلماتنا الجديدة يشعر feel happy hot thirsty hungry sad angry excited feel how do you feel how do you feel how do you feel i feel i feel اول صورة معانا لطفل سعيد ازاي الطفل هيعبر عن شعوره هيقول i feel happy i feel happy انا سعيد انا سعيد i feel happy الصورة التانية عندنا بطفل حزين هيقول i feel i feel sad انا اشعر بالحزن i feel sad i feel sad الصورة واضحة ان في اطفال متحمسين لفكرة هيقولوا i feel i feel excited i feel excited we feel excited we feel excited we feel excited الولاد في الصورة عطشان هيقول i feel thirsty i feel thirsty i feel thirsty يعني انا اشعر بالعطش i feel thirsty i feel thirsty البنت في الصورة تشعر بالجوع بتطلب من امها انها تأكل وهتقول i feel hungry i feel hungry i feel hungry انا جائعة i feel hungry بيبدو في الصورة ان صديقنا غاضب وبيقول i feel angry i feel angry i feel angry انا غاضب i feel angry عندنا اربع صور لأربع من اصدقائنا الاولى من اليسار هتقول i feel hungry الثاني هيقول i feel happy الثالثة i feel happy الرابع i feel thirsty اصدقائنا الاربع هاني وهانا ويوسف وأميرة التقوا مع بعض وبدأ الحوار ده بينهم هاني بدأ يكلم ويقول i feel happy today how do you feel هانا انا سعيد اليوم وما شعورك يا هانا هانا اجابت السؤال وقالت i feel excited daddy is coming home soon هانا تشعر انها سعيدة متحمسة ان والدها سوف يأتي الى البيت قريبا يوسف بدأ يتكلم ويقول it's hot i feel thirsty i feel thirsty الجو حار وهو يشعر ان هو يشعر بالعطش it's hot i feel thirsty اميرة بتقول me too and i feel hungry me too and i feel hungry هي ايضا تشرب العطش ولكنها هي ايضا جائعة me too and i feel hungry اقترحت هنا اقتراح قالت let's go to the kitchen and have something to eat let's go to the kitchen and have something to eat هيا نذهب الى المطبخ ونتناول شيء ما ننساش subscribe like و share يحتوي ال qr على مجموعة من الاسئلة التفاعلية الخاصة بالدرس الاول شكرا لكم